رحب الحين بالأستاذ بدر الحبسي رئيس قسم الابتكار بتعليمية شمال الشرقي وهو المشرف العام على مئة مبتكر عماني تخبرنا عن مشاركة مئة مبتكر عماني في جائزة الرؤية للمبادرات الشباب بالفعل أول شيء سعيد جداً بتدشين النسخة السابعة من جائزة الرؤية للمبادرات الشباب اليوم وأيضاً استمرار مئة مبتكر عماني للسنة السادسة على توالي الحمد لله بدنا في 2014 ببرامج تخصصية في مجال الابتكار للدعم الشباب والمبتكرين من مختلف محافظات السلطنة من المسلم إلى الظفار في مجالات الإلكترونيات والتطبيقات وإنترنت الأشياء والروبوت وأيضاً البرمجة والآن الحمد لله نحن نستمر للسنة السادسة على توالي وإن شاء الله الآن بدأ التسجيل في البرنامج ومستمرين إلى بعد أربعة أيام رح نغلق التسجيل ومن ثم رح نفرز مئة مبتكر اللي رح يشاركون في النسخة السادسة من عمر البرنامج البرنامج هذا العام رح يكون أيضاً جديد بالاهتمام في مضمونه وأيضاً في فكرته وأيضاً بتدريب هؤلاء المياه في مجال تخصصهم ممكن تخبرنا كده بعض الأسرار الحاجات الجديدة اللي رح تضاف في النسخة السادسة بالنسبة لهذا العام رح يتم تدريب مئة مبتكر عماني ل120 ساعة تدريبية متواصلة من اليوم الأول في 21.7 إلى 1.8 وبالإضافة لذلك رح تكون المجموعات عبارة عن شركات بحيث نأسسهم في ريالة العمال وكيف ممكن يحولوا أفكارهم إلى أيضاً منتجات بالإضافة لذلك رح يكون أيضاً التدريب واحد فقط للبرنامج واحد رح يستمروا في العشرة أيام في التدريب آخر يوم رح يكون أيضاً هناك مفاجآت للفائزين الشاطر في المشاريع العلمية التي تقدم كأفضل أفكار ثلاث تقدم للبرنامج ترجمة نانسي قنقر